اشتركوا في القناة المتدولون في اسواق العملات المحاضرة يا جماعة ان شاء الله هتكون لها فايدة مهمة جدا من وجهة نظري الموضوع ده بالنسبة لي مهمة اكتر من التحليل الفني نفسه ومن التحليل الاساسي نفسه لانه العامل النفسي في عملية التداول بيكون ليه عامل كبير جدا في نجاحنا في السوق ده من احنا نتحكم في العاطفة بتاعتنا ان احنا نتحكم في إيضاية رأس المال ان احنا نكون عارفين ان احنا شغالين باستراتيجية التداول مختبرينها وشغالين باسلوب فني معتمد لدقة عالية في الفرص اللي بنعتمد عليها ان احنا نتحكم في اخطاءنا ده الواحد ويعني ليه عامل خمسين في المائة من نجاحنا في السوق لانه العدوة الاول لنا في التداول في اسواق المال عامة وفي سوق تداول بسوق عملات بشكل خاص هو العامل النفسي العامل النفسي هو اللي بيخلينا نخايف ان احنا نخش فرصة معينة واضيع علينا بيكون فيها مكسب كويس العامل النفسي اللي بيخلينا ان احنا نطمع اكتر لما نكون محققين ربح كويس ويضيع علينا المكسب ويتقلب بخصارة فاحنا النهاردة هنتكلم على النقط دي لان هي مهمة جدا لأي مستثمر ومهمة جدا لأي حد بيدور على النجاح في اسواق العملات سواء كان مبتدئ او خبرته متوسطة او كان خبير في التداول ما فيش حد مهما ان كانت خبرته في السوق ده بيعدي من الموضوع ده بالسهل لازم مهما ان كانت خبرة المتداول مستثمر في اسواق العملات دي اكتر حاجة بتواجه المتداول لان ده يعني حاجة عامل نفسي مش حاجة بتعتمد على السوق هو عامل نفسي ودي طبيعة بشرية يعني ربنا خلاقة فينا فاحنا هنقدرش نخيرها لكن نقدر نتحكم فيها على قدر المستطاع هنتكلم النهاردة عن اخطاء كتير جدا بيقع فيها اغلب المتداولين والمستثمرين في اسواق العملات هنبدأ اول حاجة عندنا التداول بكسرة والتورط في صفقات كثيرة يعني زي ما احنا شايفين في الصورة حتى قدامنا موضحة لنا انه لما بندخل في فرص كتير في السوق موضوع الضغط بيرتفع علينا ان احنا عندنا اوامر كتير جدا في السوق تعلقنا فيها غصبة عننا وبالتالي بيقدي الكلام ده ان احنا بندخل في دايرة نفسية بتخلينا يعني بتخلينا فعلا ان احنا عايزين نعوض الخسارة اللي دخلنا فيها عايزين نحاق مكسب اكتر فالموضوع بشكل عام ان احنا نتداول بكسرة ده مش حاجة كويسة ان احنا نكون دايما عندنا الدافع ان احنا ندور على فرص ويكون عندنا الدافع ان احنا نكون موجودين في السوق دي مش حاجة كويسة تماما خلينا نتكلم يعني عن الموجود في السلايد اللي قدامنا ان اتداول بكسرة من اكبر الاخطاء واسباب الخسارة لدى المتداولين حيث دائما يكون لدى المتداولين رغبة بالتواجد في السوق والبحث الدائم عن الفرص وهو ما ما يعتبر خطأ كبير لان الدافع النفسي هو الذي يدفع المتداول بالدخول للسوق وليس وجود فرصة قوية تعتمد على رؤية للسوق او الاعتماد على استراتيجية تداول معينة او حتى انه يكون فيه خبر معين متوقعين حركة سعرية معينة في السوق بناء عليها فاحنا الافضل ان احنا ما نخشش السوق غير لما احنا فعلا تكون الشروط سواء الشراء او البيع بتاعت الاستراتيجية اللي هنشتغل عليها كاملة واضحة قدامنا بالنسبة لنا يعني ايه الكلام ده الكلام ده معناه يعني اي حد موجود في السوق اكيدا يكون فاهم احنا بنتكلم فيه في النقطة دي انه مجرد عندها خبرة بالنسبة للمتدقين اما بيفتح الحساب بيكون عايز يكون دايما 24 ساعة موجود في السوق عايز يكون شاري او بايا اي عملة لازم يكون متواجد في السوق بحيث ان هو بيكون عايز يقعد رائب السوق مستني يكسب مستني يحقق ارباح كبيرة دايما دي مشكلة بتقابل الناس كلها انه اي مستثمر او اي متداول هو بس بيفتح الاتشارت وبيكون في دماغه ان انا هدخل السوق دلوقتي ما عندوش فكرة ان انا استنى فرصة كويسة عشان خاطر دي استثمار وده مجال بيحقق لعائد دخل اضافي او اي ان كان اذا كنت بعتمد عليه بشكل وحيد فاحنا دايما بيكون عندنا مشكلة دي اي حد بيفتح الاتشارت وهو نفسيا مقتنع انه هو لازم يدخل السوق فهو هيفتح الاتشارت اللي بيخليه نفذ انه هو عايز يكون في السوق مش انه هو مثلا شايف فرصة كويسة متوقع منها ربح كويس او انه هو شايف انه فيه اتجاه قوي هيبتدي على عملة معينة فيدخل في الفرصة دي مش بيكون بناء على حاجة علمية او على استراتيجية التداول او على تحليل فني او على ان انا هشتري او وبيع مستوى دعم مقاومة هو بس بيكون كل الفكرة ان انا عايز اكون موجود في السوق انا هفتح الشاشة وهدور على فرصة وهدخل السوق فالكلام ده تماما مش صحيح الكلام ده بيخليها ندخل فرص مش مبنية على اي اساس علمي او على اي اساس تحليلي سواء كان تحليل فني او تحليل اساسي فبالتالي الفرصة اللي انا هدخلها تكون فرصة خاطئة بعد شوية بعد ما دخلت الفرصة هلاقي نفسي بقى النفسية بتأثر علي ان انا هقول نفسي لا ده انا دخلت الفرصة دي غلط اما كانش فروض ادخل ففي الحالة دي هيبتدي بقى التفكير يزيد عندي وابتدي ان انا عايز اخرج من الفرصة باي شكل السوق يعكس عليها شوية ابتدي اتوتر فبالتالي هخرج من السوق غلط وشوية ممكن ارجع السوق معايا فهندم فالموضوع كله ان انا ماينفعش افتح الشاشة افتح مناصرة التداول اللي انا بشتغل عليها او العملة اللي انا بحب اشتغل عليها واقول انا هفتح دلوقتي صفقة شرع او صفقة بيع الكلام ده مستحيل المفروض الصح ان انا استنى الفرصة يعني انا عندي استراتيجية تداول معينة بتقول لي لما يحصل واحد اتنين تلاتة اشتري لما يحصل واحد اتنين تلاتة بيع فانا عندي شروط معينة ما ينفعش ادخل السوق اذا تكونت واحد واثنين بس لا انا لازم استنى واحد واثنين وتلاتة الشروط بتاعت اللي انا حاطتها لان هي عملية رياضية احنا في سوق مالي يعني مفهوش غلط كل حركة مدروسة ومحسوبة بالملي فانا ما ينفعش ان انا بالنسبة لي هفتح الشاشة ودلوقتي انا هدخل شرع وهدخل بيع واقعد بقى الاقي لنفسي مبررات ان انا ادخل السوق ده هو شكله كده جي عند مستوى دعم طب دي نموذج انعكاسي طب دي شمع انعكاسية ما ينفعش ان انا ابرر لنفسي ان انا ادخل السوق اكيد الناس كلها اللي في السوق فهم انا بتكلم فيه كويس وعارفة ان هي بتقابلها النقطة دي فانا بالنسبة لي انا عندي استراتيجية تداول واضحة وقواعد صارمة وصريحة يعني بالنسبة لي لما يتكون النموذج الفلاني ده لو كنت بعتمد على تحليل فني كلاسيكي او لما يتكون بالنسبة لي تقاطع مؤشرات متوسطات سعرية moving average او لما الماك دي مثلا بالنسبة لي يكسر مستوى معين او لما يحصل نموذج divergence بالنسبة لي على المؤشرات ايا ان كان الاسلوب اللي انا بشتغل عليه حتى لو بشتغل بمواجهات ما توصل لتصحيح واحد وستين في بوناتشي او تلاتة وعشرين بعد كده ادخل الامر بتاعي لكن فكرة ان انا افتح الشاشة وادخل الكلام ده هيقدي الخسارة كاملة غير كده ان انا كل ما بنافز فرص كتير فرص كتير فرص كتير فانا دي مش حاجة كويسة بالنسبة لي بالعكس لان انا هتوه في وسط الفرص الموجودين عندي ومش هعرف اركز فاني صفقة لانه برضو ان انا دخلت الصفقة مش معناه انا خلاص اشتريت او بعت انا خلاص كده هستنى بتاعي او هستنى في الخسارة بتاعي الكلام ده من الصحيح انا دخلت صفقة الصفقة دي محتاجة مني متابعة لان السوق يتغير المتغيرات دايما مستمرة في اخبار اقتصادية بتتم في مستوى دعم ومقاومة بتترسم تاني بالنسبة لي في نمازج اسعار سواء كانت تكملية او نعكسية بتحصل في السوق فانا بالنسبة لي فكرة ان انا ادخل الصفقة وخلاص اروح انا ما استنى المكسب او الخسارة الكلام ده من الصحيح لانه اي صفقة بكون فيها في السوق محتاجة مني متابعة محتاجة مني متابعة بمعنى ان انا لو اشتريت مثلا والله انا هستنى بقى ممكن يحصل مثلا خبر يطلع سلبي على العمل اللي انا اشغل عليها فانا احتاج ان انا اكون متابع دايما للفرص اللي انا فيها عشان خاطر اعرف ارفع مستوى في الخسارة بتاعي ابعده شوية ابعد مستوى جاني الارباح اواخرج من الفرصة ورده يعني لازم يكون في مرونة في التفاعل مع الصفقة اللي انا اشغل فيها اه فاحنا عشان كده فكرة ان انا يكون عندي فرص كتير في السوق دي هتخليني مش عارف اركز فولا فرصة فبالتالي هتكون كل النتائج بتاعتي نتائج غلط وهتكون نتائج سلبية على الحساب بتاعي في اخر عملية التداول فاحنا هنا بننصح دايما ان انت لازم ما تحاولش ان انت يكون عندك فرص كتير في السوق او صفقات كتير في السوق حاول يكون عندك فرصة او اتنين تلاتة بالكتير جدا عشان خاطر تعرف تركز عليهم دي اول نقطة بنتكلم فيها ان انا ما ينفعش ان انا يكون عندي فرص كتير وان انا افتح الشاشة لازم انفذ عملية شراء وعملية بيع احنا لازم نلتزم بالقواعد بتاعتنا اللي بنعتمد عليها في استراتيجية التداول رقم واحد ولازم طبعا نعتمد على ادارة راس المال والمخاطر واحنا هنيجي للنقطة دي كلها في خلال المحاضرة ان شاء الله تاني حاجة هنتكلم عليها هي المخاطرة بنسبة كبيرة من رأس المال المخاطرة كبيرة من رأس المال المخاطرة بنسبة كبيرة من رأس المال تعني ان خسارتك تجاوزت الخسارة التي تتقبلها وفي هذه الحالة يتدخل العامل النفسي لانه عندما تشعر بالاحباط يكون لديك الرغبة في الانتقام من السوق وتعويض خسارتك وفي هذه الحالة تبحث عن فرصة للدخول في السوق باي شكل وبالتالي يكون قرارك خاطئ لانه لا يعتمد على تحليل جيد وانه فقط دافع التعويض مما يدفعك الى مزيد من الخسارة ومزيد من الندم وان لم تستطيع التحكم في نفسك ربما تخسر اسمالك كامل في يوم واحد فقط وربما في ساعة وبرضو الكلام ده للناس اللي عندها خبرة شوية الناس اللي بقى لها فترة في السوق اكيد عد عليها اه مفروض خمسة في المية دي المخاطرة اللي انا استحملها وتقبلها ده بالنسبة لي انا لو خسرت خمسة في المية من حسابي فانا معايا بعد كده عشرين فرصة اقدر اعوض فيها الخمسة في المية دي فانا مفيش مشكلة بالنسبة لي انا لو احدد نسبة مخاطرة معينة وخلاص هي دي النسبة اللي انا تقبلها واشتغل عليها خسرت خلاص انا راضي بالخسارة واخرج من السوق وقف اللابتوب واخش انام او اشوف حياتي الطبيعية اعمل اللي انا عايزه. فهي النقطة دي الناس كتير بتقع فيها ليه? لانه انا دلوقتي لما اخاطر بالنسبة كبيرة جدا من راس مالي والله اللي هو ما فيش بقى دراسة للسوق ولا لدراسة لنسبة المخاطرة وراس المال. انا بالنسبة لي معايا حساب اه عشر تلاف دولار. فانا عايز اعمل في يوم واحد اه اشتين في المائة اهتين في المائة ارباح من راس مالي. يعني عايز اعمل مسلا من الف الى تلات تلاف دولار في صفقة واحدة. الكلام ده كله مش صحيح. لانه انا لما لو حددت نسبة مخاطرة عالية من راس مالي اللي هو لو حسابي مسلا فيه عشر تلاف دولار على سبيل المثال. وجيت دخلت بنسبة كبيرة من راس مالي. يعني خاطرت مسلا باربعة تلاف خمس تلاف دولار. وجيت السوق عكس علي ودرب بسطوب وخسرت الخمس تلاف دولار. في الحالة دي اي حد في العالم اي انسان طبيعي هيكون عنده وجوه نفسه حالة من الاحباط وحالة من التوتر وحالة من التشتت. لانه هو كان متوقع وعنده امل انه هو هيحقق ارباح قوية وفجأة لها نفسه خسر النص فلوسه. في الحالة دي انت هتلاقي النفسية بتدفعك ان انت عايز تعود خسرتك باي شكل من الاشكال. وعايز تعودها في اسرع وقت ممكن. فانا دخلت في دايرة ان انا عايز اعود وعايز ارجع راس مالي زي ما كان. فانا طبيعي القرار اللي انا هاخده للصفقة التانية مش هيكون مش هيكون مبني على اسلوب تحليل فني او على اسلوب تحليل اساسي او اي ان كان لا بعتمد عليه. بس هيكون عندي دافع ان انا عود. فانا عندي دافع ان انا عود اولا تفكيري مش صافي وفكري مش صافي ونفسيتي متوترة. فبالطبيعي مليون في المية القرار اللي انا هاخده سواء كان قرار شرق او قرار بيع هيكون قرار خاطر. تماما. فانا لو حطيت نفسي في النقطة دي نقطة ان انا هخاطر بنسبة كبيرة من راس مالي. ويجد اه جد ما جدش ما جدش اللي هو اكسبت كان بيها ما اكسبتش اه اه ربنا عوض علي. بالتالي انا في النقطة دي اول حاجة هعملها ان انا لما لاقي نفسي خسران حتى ممكن ما استيعني. النفسية هتدخل بقى ان انا عندي امل ان انا اكسبها ودخلت بحجم كبير من راس مالي. شوية لقيت نفسي خسران الف. لا انا استنى شوية السوق هيرجع تاني يمشي معايا. شوية لقيت نفسي خسران الفين. لقيت نفسي خسران تلاتة. لقيت نفسي خسران اربعة. لقيت نفسي خسران خمسة. فانا هيجي لي بقى نفسية ان انا هاخسر فلوسي كلها في صفقة واحدة لها نوم ايه? قفل الصفقة بتاعتي. واول ما قفل الصفقة بتاعتي يا لأي السوق امطاير معي في الاتجاه اللي انا كنت داخل فيه. ولو كنت موجود كنت هكسب. فانا العملية نفسيا كلها غلط. فبالطبيعي مليون في المية ان انا لو فكرت بعد كده ان انا ادخل صفقة تانية عشان خاطر اعوض. الصفقة التانية دي برضو هتكون خسرانة. وهخسر كل فلوسي كلها في يوم واحد. ممكن في ساعة واحدة ممكن في دقايق. لانه انا الدافع بتاعي ان انا مش عايز اكسب او مش عايز استسمي اللي انا الدافع بتاعي ان انا عايز ان تقم. عايز اشبع الرغبة النفسية ان انا اعوض ان انا مش خسران. انا اعوض خسارتي وان انا ما ما حسش بالفشل وما حسش ان انا غلط وما حسش ان انا ندمان على الفرصة اللي انا عملتها. فبالتالي القرار لو انا اخدت قرار بعد كده في السوق ان انا اشتري او ابيع القرار هيكون بالنسبة لي تماما غلط وهيقدي الى خسارة ورى خسارة لحد ما لقدر الله الحساب بمرجن. فاحنا لازم نقدر نتحكم في نقطة المخطرة. لازم ارضى بنسبة مخطرة معينة ما تعدهاش. بمعنى ان انا المخطرة انا تقبلها هي بتختلف من شخص لشخص. انا كعبد الله اتقبل نسبة مخطرة في الصفقة الواحدة تلاتة في المية. ممكن اه من الاخوة اللي حاضرين معانا الاستاذ عرفات الاستاذ بلال الاستاذ محمد الاستاذ عادل كل واحد بيختلف. يعني استاذ عادل بيتقبل نسبة مخطرة هو انسان مغامر بطبعه وبيحب المخطرة ممكن يتقبل نسبة مخطرة عشرين في المية وعندوش مشكلة. الاخ عرفات ممكن بالنسبة له انسان متوسط المخطرة ممكن يخاطر بخمسة في المية. فهي بتختلف من شخص لشخص. على حسب المخطرة انا اتقبلها. فانا بالنسبة لي انا اتقبل خمسة في المية مسلا مخطرة. والله لو السوق عكس علي واخسرت الخمسة في المية اللي انا حاطرتهم بالنسبة لي مخاطرة خلاص انا كده راضي دي المخاطرة دي انا متقبلها ومستحملها فخلاص ما فيش مشكلة بالنسبة لي مخاطرة اليوم خسرت النهاردة هعوض بكرة خسرت بكرة هعوض بعده فانا معايا فرص دايما ان انا عوض خسارتي لو انا شغال بنسبة مخاطرة اتقبلها نفسيا لكن لو مخاطرة اللي انا محددها اللي انا تقبلها نفسيا بالنسبة لي السوق عكس علي وتجاوزت المخاطرة انا تقبلها ففي الحالة دي انا هدخل نفسي في الدائرة ان انا عايز اعوض من السوق فانا هيكون كل قراراتي وكل تفكيري ان انا لازم ادخل السوق دلوقتي ومفيش حاجة اسمها ان انا لازم ادخل السوق دلوقتي في حاجة اسمها ان انا استنى فرصة تتكون يعني في مثلا النموذج بيتكون قدامي هستنى لما يكتمل وبعد كده ادخل السوق ما خشش كده على طول من نفسي لازم استنى النموذج الاول يكتمل بعد كده هدخل الفرصة بتاعتي فاحنا دي تاني حاجة بنتكلم فيها اللي هي نسبة المخاطرة ان انا مخاطرش براس مال كبير واي حد في السوق يعرف انه هو يعني اقصى نسبة مخاطرة في الصفقة الواحدة ممكن تاخدها 10% من راس مالك اكتر من كده هيكون الموضوع بالنسبة لك صعبة لان انت لو خسرت 10% من راس مالك فانت معك 9 فرص تانين تقدر تعود فيهم 10% لكن لو واحد مثلا هيخاطر ب50% من راس ماله لو خسر اول مرة هو ما اوشغل فرصة واحدة بس ان هو يعود فرصة واحدة ممكن يخسر تاني مرة برضو وراح يتعالي خلاص الفلوس كلها لكن لما خاطر بنسبة قليلة من راس مالي هيكون معايا اكتر من فرصة واكتر من احتمالية ان انا عود الخسارة بتاعتي في السوق دي النقطة بتاعت نسبة المخاطرة بتاعت راس المال تالت حاجة عندنا برضو من اكبر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها وغالبا دي بتكون المبتدئين هما اللي بيقع في النقطة دي ان هو يركز على العملة واحدة بس سوق العملات عندنا اكتر من 61 زوج عملات عندنا مؤشرات اسهم اكتر من 20 مؤشر اسهم عندنا دهب عندنا بترول عندنا فضة عندنا بلاتين عندنا بلدنيوم عندنا منتجات مالية لا تعد الو تحصل ان احنا نشتغل عليها ليه بقى ان انا اركز على مثلا اليورو دولار بس مع انه عندي خمسين منتج تاني وستين عملة تانية اعرف اشتغل عليهم انا والله لو بركز على اليورو دولار بس فانا رابط نفسي بيعني بعملة واحدة في الوقت ان انا يعني ممكن ما يكونش عندي فرصة في السوق فبردو العامل النفسي هيدخل ان انا لازم الاقي فرصة هيدخل عليها لانا مش مش بشتغل على العملة واحدة بس غير كده ان انا هضيع على نفسي فرص اقوى بكتير جدا من الموجودة لانه ممكن يكون اليورو مثلا الفترة دي في اتجاه عرضي ماشي متزبزب ولا هو صاعد ولا هو هابط في حين ان الدولار ين واخد اتجاه واتجاه واضح وسهل جدا اي حد يعمل فيه فلوس ان انا لو الاتجاه واضح بالنسبة لي فبتكون يعني بتكون عملية سهلة يعني ان انا الاتجاه واضح سواء باعتمد على دعم ومقاومة سواء باعتمد على نمازج اسعار سواء باعتمد على اليوت سواء باعتمد على تحليل رقمي انا كان الاسلوب اللي باعتمد عليه استراتيجية التداول بتوليفة مؤشرات معينة فانا بالنسبة لي فيه فرص كتير جدا على عملات كتير فانا ليه اربط نفسي بعملة واحدة بس في الوقت ان انا اقدر اطلع فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفي الاخر اشتغل على اقوى فرصتين مثلا فيهم اشتغل على اقوى ثلاث فرص فيهم فانا بالنسبة لي الافضل ان انا كل اسبوع كل بداية اسبوع امسك الشاشة كده قبل ما السوء ما يفتح السوء بيفتح عندنا يوم الاتنين يعني معايا يعني من اخر يوم الحد فانا معايا سابت وحد السوء فيهم اجازة وما فيش حركة والدنيا هادية في السوء فانا ليه ما اقدرش ان انا بالنسبة لي يوم الحد مثلا اليوم السبت كده اقعد لي ساعة ساعتين افتح اغلب العملات قدامي وانا قاعد كده مع نفسي اشوف العملة يعني اشوف كل العملات على قد ما اقدر مش هقولك كل العملات بس على قد ما اقدر اشوف العملات الرئيسية كلها اشوف ازواج اليين طق قطعات اليين بيكون فيها سيولة عالية وبيكون فيها حركة سريعة فانا بالنسبة لي يوم الحد هفتح لي مثلا سبع عملات تمن عملات هعمل عليهم تحليل بقى ان كان الاسطوب ده انا بعتمد عليه وخلاص انا بالنسبة لي عرفت الاسبوع اللي جاي ده هيكون عندي مثلا ممكن يكون فيه فرصة قوية على الدولار ين وممكن يكون فيه فرصة قوية على الدولار فرانك وفيه فرصة قوية على الدولار كندي وفيه فرصة قوية على الباوند ين فانا بالنسبة لي بقى فيه اربع خمس فرص احتمالية الربح فيهم عالية وفيهم اتجاه واضح ممكن اشتغل على فرصة على اتنين على تلاتة اقصى حاجة ممكن تلاتة عشان خاطر ما شتدش نفسي فانا بالنسبة لي ان انا احدد اربع خمس عملات اشتغل عليه محللهم واناقف فيهم اقوى اتنين اقوى اتنين بناء على النموذج اللي انا بعتمد عليه لما يكون واضح تماما على العملة مثلا يعني نفس النموذج اللي انا بشتغل عليه تكون على الدولار على الدولار ين وتكون على الدولار كندي تمام لكن على الدولار ين بين ان هو اوضح وكمان معه مثلا مستوى دعم بيدعم النموذج فانا هاخد الحاجات اللي هي فيها فرص اقوى بالنسبة لي ان انا اخد الحاجة الواضحة الحاجة القوية بالنسبة لي واشتغل عليها احسن افضل مركز على العملة واحدة ويعلم هتكون فيها فرص ولا لا ويعلم الفرص اللي هتكون فيها بقوة الفرص تانية ولا لا فانا النقطة دي يعني نصيحة للاخوانا المبتدئين في السوق ركز على قد ما تقدر على مجموعة من العملات ما تربطش نفسك بعملة واحدة يعني حتى زي ما بيقولوا انك ما تحطش استثماراتك كلها في سلة واحدة ركز على كذا حاجة انك تشتغل فيها ام دي نقطة يعني مهمة جدا لازم الناس تخلي بالها منها وكلنا كنا مبتدئين كنا بنقع في نفس النقطة دي لكن مع الوقت انت حتى لو موضوع صعب بالنسبة لك انك تحلل العملات وتحلل المعادن بالوقت هيجي واحدة ورد تانية وحتى انتهزها فرصة بالنسبة لك انها تكون حاجة تعليمية ان انت بتحلل اكتر من عملة بتشوف نمازج اكتر بتشوف سلوك اسعار مختلفة لان كل عملة برضو بيكون لها سلوك سعر معين فانت لما بتتبع كذا عملة دي حاجة تسقل خبراتك في السوق وحاجة تزيد القوة في السوق ان انت بتتعلم وبتنقل فرص الاقوى في السوق دي النقطة بتاعة التركيز على منتج واحد هنيجي للنقطة اللي بعد كده التفكير الكتير والاعتماد على المشاعر في اتخاذ القرار دي نقطة برضو مهمة جدا التداول يعني يا جماعة بسيط جدا يعني كل ما تخلي الاسلوب التداول بتاعك بسيط كل ما هتقدر تحقق ارباح اكتر لانه هتكون بتشتغل وانت مش مضغوط هتكون بتشتغل وانت مش خايف هتكون بتشتغل وانت مش طمعان فهيكون العامل النفسي بالنسبة لك انت متحكم فيه وعمله حيز بعيد جدا عن عاملات التداول فهتقدر تحقق ارباح كويسة بمعنى ايه الكلام اللي انا بقوله بمعنى ان انا دلوقتي خلينا نقرأ اللي موجود في السلايد ان التداول ابسط ما يكون ولكن عقلنا تجعله اكثر تعقيدا من المفترض بمعنى ايه يعني المفروض ان انا اسأل نفسي قبل ما ادخل اي صفقة اسئلة بسيطة جدا زي مثلا هل تحققت اشارة الدخول الخاصة به يعني انا لو بعتمد على توليفة مؤشرات معينة تمام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بالنسبة لي. فانا بالنسبة لي المنطقة البساطة الموضوع واضح. يعني انا مش بخش السوق غير لما الموفينج عشرين يقطع موفينج خمسين ساعت. في الحالة دي بنا دي بالنسبة لي بشارة تشرة فانا هدخل السوق شارع. تمام? فانا اسأل السؤال ده لنفسي. الاشارة الدخول اللي انا بعتمد عليها اتحققت ولا لا? لو اتحققت هدخل السوق. تمام? آم يعني لو اتحققت الفرصة التي اتي اللي هو موفينج عشرين وقتها موفين خمسين هدخل السوء. ده لانا بعتمد على حاجة واضحة وصريحة. زي توليفة موفينج افريتج مع بعض او اي مؤشرات مع ماك دي على نموذج ديفيرجنس اي ان كان الاستراتيجية اللي انا بعتمد عليها. حتى لو انا بعتمد على مستوى الدعم ومقاومة. يعني انا مثلا بشتري من عند الدعم وببيع من عند المقاومة. او بشتري مع كسر الدعم. عفوا ببيع مع كسر الدعم وبشتري مع كسر المقاومة. فانا قبل ما ادخل اي فرصة لو انا بعتمد على الدعم ومقاومة مثلا. هسأل نفسي دلوقتي. لو انا من الاسلوب اللي هو بيعتمد على البرك اوت اللي هو بريك اوت يعني الكسر. فيه بالنسبة دعم ومقاومة عندي اسلوبين. اما بعتمد على الكسر اما بعتمد على الارتداد. انا لو بعتمد على البرك اوت اللي هو الكسر. فانا هسأل نفسي دلوقتي مستوى السعر قرب من مستوى مقاومة معين. هسأل نفسي السعر كسر المستوى ده لا لا لو كسر ويبقى خلاص دي الاشارة بتاعتي اللي انا بعتمد عليها فهدخل السوق هشتري ما كسروش يبقى انا خلاص الفرصة بتاعتي ما جاتش ما قلتش بقى انه لا ده هو شكل وهيكسرها وقوم داخل السوق قبل ما يحصل الشرط بتاعي لانه لو دخلت السوق قبل ما يحصل الشرط بتاعي احتمال بسيط جدا انه هو يمشي زي ما انا متوقع ويطلع يكسر ويخش هبقى انا كل اللي كسبته بس زيادة اربع خمس نوعات زيادة مش اكتر لكن لو ما حصلش الكلام ده هدخل نفسي برضو في الدائرة النفسية ان انا هلاقي سوع عكس علي او هرجع اقول لنفسي انا ده انا غلطان انا مفروض ما كنتش هدخل هبتدي هندم هبتدي اتوتر هبتدي اخاف اهم قافل الصفقة بتاعتي على اخساري وهبتدي اني بنفسي ان انا ملتزمتش بالقواعد بتاعتي اللي هي الاشارة الدخول بتاعتي فانا لازم ابعد نفسي عن الدائرة النفسية دي تماما على قد مقدر على قد مقدر التزم بالقواعد بتاعتي فانا قبل ما ادخل اي صفقة والله الشروط بتاعتي اتحققت كان بها هنفذ الفرصة ما اتحققتش اهم قافل اللابتوب وابعد عن السوق وما فكرش فيه لحد ما الفرصة بتاعتي تتكون يعني اتمنى ان الكلام يكون واضح لان فعلا المحاضرة دي مهمة جدا يعني موضوع الاخطاء ده يعني الناس تكتبها واتبع معنا موضوع الاخطاء ده من اقوى الحاجات ومن اكتر الحاجات اللي بتأثر في السوق يعني والله من غير مبلغة اي حد موجود في السوق اكيد فاهم يعني الناس اللي بقالها سنة وسنتين وخمس سنين اكيد مرد بالكلام اللي احنا بنقوله وفاهم احنا نتكلم في ايه كويس فاحنا نتمنى ان المبتدئين ما يعوش في اخطائنا ويلتزموا بالامور دي ليه ان انا احسن ان انا طالما الفرصة بتاعتي ما تحققتش ان انا ابعد عن الشاشة لان انا طول ما انا قاعد قدام الشاشة هيبع عندي الدافع ان انا لازم ادخل السوق لازم ادخل السوق وهاعد ادور وهطلع لنفس المبررات عشان خاطر انفذ امر شراء وامر بيع وبالتالي هيكون القرار بتاعي قرار خاطر تماما فانا الافضل ان انا ألتزم بالقواعد بتاعتي وما خلفهاش مهما كان مهما كان انا بالنسبة لي حتى والله احسن حاجة ان انا اكتب على لابتوب على ورية نوتس بتاعتي كده احطها قدامي القواعد بتاعتي ان انا باشتري في حالة واحد اتنين تلاتة وبيع في حالة واحد اتنين تلاتة لو ما تحققتش الثلاث شروط ما نفذش الامر بتاعي لو تحقق واحد واثنين بس ولا كأنه حصل أي حاجة لازم التلات شروط يتكونوا لأني أنا بعتمد على مثلا تلات شروط إحنا بنفترض لأنه استراتيجيات التداول كتيرة وكل واحد بيحب يعتمد على أسلوب معين وطبعا الناس كلها اللي بتكون بدء السوق بيتعلم هنا شوية وبتعلم بياخد من المدرسة دي مؤشر وبياخد من المدرسة دي نموذج وبياخد من المدرسة دي معادلة وبياخد من المدرسة دي موجة وبيكون في الآخر فترة تعليم النموذج أو الاستراتيجية اللي هو بيشوف بيها السوق اللي هو بيستريح هو بيشتغل بيها فاحنا بالنسبة لنا الشروط بتاعتي ما تكونتش ما فكرش كتير يعني موضوع بسيط أنا عندي خواعد بلتزم بيها اتحققت بدخل السوق ما اتحققتش أنا بر السوق فاحنا لازم نكون واخدين بالنا من النقطة دي بشكل كويس جدا وعموما يعني زي ما قلت في السلايد اللي فاتت ان احنا عندنا واحد وستين زوج عملة وعندنا دهب وبترول وعندنا فضة وعندنا مؤشرات اسهم فالفرص يعني لا تعد ولا تحصى بمعنى الكلمة لا تعد ولا تحصى هيكون عندي فرص كل يوم هيكون عندي فرص لكن ما استعجلش ان انا ادخل ما افتحش الشاشة الصبح وانا لازم ادخل دلوقتي ما فيش فرصة الصبح هيكون في فرصة بالليل ما فيش فرصة النهاردة خالص في فرصة بكرة ما فيش فرصة بكرة فيه فرصة بعده. اتعوض لامبارح واتعوض لأول. بدل ما ادخل السوء واخسر واستنى بكرة عشان خطر اعوض. لا انا استنى بكرة وانا كسبان او انا حتى ولا كسبان ولا خسران احسن ما استنى بكرة وانا خسران. يعني ان انا اشتغل وانا عندي دافع. ان انا اكسب احسن ما اشتغل وانا عندي دافع ان انا عايز اعوض. يعني النقطة دي اتمنى ان هي تكون واضحة بشكل سليم. فاحنا ما نفكرش كتير في فرصنا وما نعتمدش على المشاعر بتاعتنا وعلى احساسنا في السوء ان انا حاسس ان السوء هيطلع وحاس ان السوء هينزل. ده سوء مال. بيعتمد على الارقام واحد زاد واحد بيساوي اتنين. مفهوش مجل التفكير ومفهوش مجل المشاعر. فيه قواعد في تداول واضح. على قد ما اقدر اقدر اقتل العامل النفسي في التداول. كل ما هكون متداول ناجح. وكل ما هقدر احقق ارباح بشكل اكبر. ده بالنسبة للنقطة بتاعت التفكير والاعتماد على المشاعر في اتخاذ القرار. هنيجي بعد كده عندنا نقطة التداول بدون الاعتماد على الاستراتيجية سابتة. النقطة دي مهمة جدا. عندما تتداول بدون الاعتماد على استراتيجية التداول سابتة لا تتوقع ان تكون انتاج الشهرية كما هو متوقع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان نقطة للوقت لو بشتغل كده بشكل عشوائي بدون الاعتماد على استراتيجية التداول معينة او بدون الاعتماد. يعني لازم كل متداول يكون عنده اسلوبه. يعني مايشتغلش مسلا باستراتيجية بتعتمد على الموفينج أفريج الكروسات بتاعتها تقطعات الموفينج أفريج وفي نفس الوقت يكون بيشتغل على موجات إليوت وفي نفس الوقت يكون بيشتغل على نمازج الهارمونيك مثلا او نمازج الكلاسيكية زي نموذج مثلا الراس والكتفين او اي ان كان النمازج موجودة كتير جدا لازم يكون ليه اسلوبي يعني لازم يكون ليه الطريقة اللي انا بشتغل بيها تكون ثابتة ليه الكلام ده عشان خاطر انا لو بشتغل كده كل فرصة باستراتيجية معينة وبتحليل تاني مختلف عن التحليل اللي قبله فانا بالتالي هتكون صفقاتي اغلبها عشوائية في السوق مفيش التزام مفيش قواعد واضحة انا لما كون بشتغل باستراتيجية واحدة بتعتمد على توليفة معينة من تقطعات الموفينج أفريج هكون عامل حسابي ان انا اخر الشهر ده انا متوقع مثلا الاستراتيجية دي بتطلع في الشهر تلاتين فرصة فانا اخر الشهر متوقع مثلا من تلاتين فرصة دولي عشرين فرصة كذبانة وعشر فرص خسرانين فانا هكون على الاقل اخر الشهر متوقع عن الناتج اللي انا هعمله قد ايه العاية اللي انا هحاقه هيكون قد ايه لكن لما بكون بشتغل كده بكذا استراتيجية وبكذا مؤشر وبدعم ومقاومة اكتر من استراتيجية تداول في نفس الوقت فانا مش هكون على الاقل حتى مش عارف اتوقع عن اخر الشهر يا عامل ايه آآ لكن لو انا باعتمد بقى على استراتيجية واحدة بس على اسلوب تداول واضح وليه قواعد سابتة وقواعد واضحة بالنسبة لي في السوق هكون متوقع ان اخر الشهر ده احقق ربح قد كزا تمام غير كده ان انا هكون على اقل عارف ان انا بستخدم الاسلوب ده يعني بستخدم استراتيجية لها تلت قواعد اللي هي لما يحصل مثلا moving average 50 moving average 90 دي اول قاعدة وانه لما يكون الاستوكاستيك تحت العشرين دي تاني قاعدة تلت قاعدة لما يكون معايا مثلا نموذج شامعة انعكاسية يبقى انا كده عندي تلت نمازج فانا هاجي كل فرصة ومفروض انا بعتمد على التلت شروط دول حلو الكلام نجيت بعد كده في فرصة من الفرص انا استخدمت بس واحد واثنين اللي هو استخدمت تقاطع الموفنج واستخدمت الاستوكاستيك وما استخدمتش النموذج بتاع الشموع واخسرت الفرصة دي فانا على اقل عرفت انا غلطت في ايه لان انا عندي استراتيجية واضحة لها قوانين سابتة فهعرف انا غلطت في ايه اخر الشهر فعلى اقل بالنسبالي هعرف الشهور الجاية اقول ان انا والله الشهر اللي فات مثلا انا دخلت في سبع فرص من غير ما تكتمل الشروط فانا الشهر الجاية لأ هلتزم بالقواعد بتاعتي اللي ذكرناها دلوقتي وهعتمد على الشروط بتاعتي لو الشروط بتاعتي ما تكونتش مش هدخل السوق فانا بالنسبالي على اقل الشهر الجاية هكون عارف انا غلطت في ايه الشهر اللي فات هعرف احل النتائج بتاعتي هعرف اطور من النتائج بتاعتي لانه انا اعتمدت مثلا على الثلاث شروط دول حققت نسبة 15% ارباح عملت مثلا من راس مالي 10.000 دولار عملت 1500 دولار فانا بعرف حل النتائج بتاعتي جيت مثلا الشهر اللي بعدي اعتمدت على مثلا القاعدة الاولى والقاعدة التانية بس وتجهلت القاعدة التالتة لقيت النتائج بالنسبالي بدل ما كنت بنفس 30 فرصة بقيت نفس 50 فرصة نسبة الربحية عالية فانا هيكون عندي فرصة ان انا اعرف احل النتائج بتاعتي اعرف اطور من نفسي دي لوحدها كفاية جدا ان انت دايما كل ما بتطور نفسك كل ما بيكون نسبة الارباح بتاعتك بتزيد كل ما نسبة المخاطرة بتقل فالموضوع بالنسبالي لوحده كفاية ان انا اعرف احل النتائج بتاعتي واعرف اخطاء منين فانا لو بات تدول كده بشكل عشوائي من غير اي استراتيجية واضحة من غير بواعد سابطة فانا بالنسبة لي طبيعي النتيجة اللي هتكون متوقعها هتكون عكس ما انا متوقع تماما لان انا اصلا تداول بتاعي تداول بشكل عشوائي فطبيعي النتائج هتكون نتائج عشوائية شهر اكسب شهر اخسر وبقتاه في السوق مش عارف انا بعمل الصح ولا بعمل الغلط كل الاسباب دي هتؤدي في الاخر ان انا ما ادارش استمر في السوق ما ادارش احقق ارباح بشكل يعني متناسب يعني طبعا اي حد ممكن يقدر يعمل ارباح لكن مش اي حد يقدر يعمل ارباح بشكل مستمر حتى لو كانت نسب بسيطة جدا لكنك تقدر تحقق ارباح بشكل مستمر هو ده النجاح فاحنا لازم يا جماعي يكون عندنا استراتيجية واضحة بعرف اشتغل بيها عشان خاطر اعرف الشهور اللي بعد كده انا غلط في ايه اعرف اطور من نتائج بتاعتي اعرف احل نتائج بتاعتي واعرف دايما يكون فيه تطور للاداء بتاعي في حاجات كتير نقدر تساعدنا على الحاجات دي زي مثلا ماي اف اكس بوك انت ممكن تربط الحساب بتاعك بيه وبتشوف اخر الشهر النتائج اللي انت حققتها فانت الموقع ده بيعمل لك تحليل النتائج بتاعتك بتشوف انت حققت في اليوم كمعدل ربح اليوم بتاعك واحد في المية نص في المية بتشوف عدل الصفقات الخسرانة قد ايه عدل الصفقات الكسبانة قد ايه بتشوف معدل درو داون يعني اقصى حاجة الحساب بتاعك خسرها قد ايه بيكون فيه مؤشرات كتير بتعرف تحلم من خلالها نتائج بتاعتك تعرف تعمل تطوير للبرفورمانس الاداء بتاعك فبيكون فيه دايما عندي حتة ان انا النتائج بتاعتي بعد كده هتكون افضل دي لوحدها بالنسبة لي حاجة كفاجد دي النقطة بتاعة التداول بشكل عشوائي اللي هو التداول من غير استراتيجية تداول سابتة طبعا بالنسبة لستراتيجية التداول احنا المحاضرة دي بس عن الاخطاء لكن عندنا دايما يعني الاسبوع الجاي هيكون العنوان بتاع المحاضرات بتاعتنا عن استراتيجية التداول يعني نتمنى ان احنا نتابع المحاضرات دي هنستفيد بيها بشكل كتير كان عندنا الاسبوع اللي فات واللي قابلية عن البرائس اكشن التحليل تحليل الاسعار بسلوك التحليل السوق باستخدام سلوك الاسعار يعني دايما في عندنا محاضرات تعليمية عن الاستراتيجيات وعن توقعاتنا لتحركات الاسعار فاتمنى ان احنا دايما نكون متابعين المحاضرات اللي بتتكلم عن استراتيجيات التداولة تكون مفيدة جدا بالنسبة للجميع سواء كنت مبتدئ او خبرتك متوسطة او خبير في السوق حتى الخبير في السوق ممكن تكون اضافة بالنسبة لك ان انت تاخد مثلا معلومة عن مؤشر معين ما كنتش تعرفها فهتكون حاجة لها قيمة بالنسبة لك وعموما كلنا في السوق ده بنتعلم من بعض يعني كلنا تبادل خبرات دي حاجة لوحدها بتفيد اي حد هنخش بعد كده على النقطة التانية وهو برضو حاجة من الحاجات اللي يعني تعتبر الخطأ القاتل في سوق العملات الخطأ الكبير جدا في سوق العملات ان انا اشتغل في سوق في سوق زي سوق العملات سوق نسبة السيولة اليومية فيه بتعدل خمسة تريليون دولار حجم طلب يعني الطلب العرض مرتفع جدا في السوق سوق يتدخل فيه البنوك المركزية سوق يتدخل فيه التجارة الدولية ان انا اشتغل في سوق زي ده من غير محمي نفسي بخطة رضاية راس المال والمخاطر يعني ان انا راس المال يعني العقد يعني حجم الصفقة اللي انا نفزها يعني حجم العقد اللي انا اشتري به نسبة المخاطرة يعني المخاطرة اللي ممكن اتأثر لها في السوق ان انا اشتغل في سوق زي ده من غير ما يكون عندي استراتيجية اداءة رأس المال والمخاطر او ان انا يكون عندي خطة واضحة بعرف انا بخاطر بقد ايه ومستني عادة دي ايه دي تعتبر يعني كرسة بالنسبة لأي حد ان هو يشتغل في سوق حجم السيولة فيه كده من غير ما هيقدر يحمي نفسه فده يعني موضوع كبير جدا وعموما موضوع اداءة رأس المال والمخاطر ده تقريبا يتوقف عليه يعني كعامل نجاح في السوق ممكن 70% من نجاحك في السوق بس بتوقف على الاداءة رأس المال او ممكن نقول 50% بتوقف اداءة رأس المال و20% او 30% بتوقف على انك تتحكم في العامل النفسي انك الحاجة اللي احنا نتكلم فيها ان انا مخافش مطمعش ان انا يكون عندي قواعد واضحة للدخول والخروج ده كله يطور العامل نفسي و20% بس فعلا من السوق من عامل كعامل نجاح اللي هو اشارة الشراء واشارة البيع اللي هو اشتري منين او ابيع منين سواء تحليل فني او تحليل اساسي بايا ان كانت المدرسة ده لا يتعدى ل20% كعامل نجاح في السوق يعني هقول لكم على معلومة كان فيه مضارب كبير جدا في الاسهم الامريكية اه اكيد الناس كلها تعرفوا وارين بافت اه المضارب ده قرر من فترا هو يعني الكلام ده من سنين يعني في التمانينات تقريبا اه لو الناس بتقرأ عن قصص نجاح المتداولين الاشهر في العالم الراجل ده قرر ان هو يدرب مجموعة من المتداولين من كافة انحاء العالم بمختلف الثقافات اه في العالم اه الناس كلها راحت الراجل ده يعني سندوق الاستثماري بتاعه بيتعدى ميزانيات دول اه جاب متداولين من مختلف بلاد العالم عشان خاطر يدربهم على التداول مدة التدريب تقريبا كانت اربع اسابيع كانت ثلاثة اسابيع من التدريب على ادارة رأس الماء والمخاطر والتحكم في العمل النفسي واسبوع واحد بس من التدريب اللي هو اشارة الشراء والبيع وكانت حاجة محدش تخيالها ان هي كانت عبارة عن موفينج افريج عشرين مع موفينج افريج تسعين او حاجة يعني كانت بس فكرتها ان هو تقاطع موفينج افريج يعني بمنطقة البساطة حاجة المتداول بيشوف خط قدامه على الشاشة قطع خط تاني خط لونه احمر وخط لونه ازرق لما الله احمر رئيط على الازرق اشتري ولما الله احمر بيها فهي كانت حاجة بسيطة جدا لكن كانت الفكرة كلها انه فعلا كان الموضوع كله متوقف على اقدارة رأس الماء والمخاطر وعلى العامل النفسي التحكم النفسي في الموضوع ممكن بس طولت المقدمة بالنسبة للنقطة دي لان هي تعتبر رقم واحد في الاهمية ان انا اشتغل وان انا عندي يضاية رأس المال بشكل سليم خلينا نقرأ السلايد احد اكبر الاخطاء التي يستمر المتداولين بتكرارها هي عدم الحصول على اي نوع من خطط او نظم يضاية المخاطر والعائد الخاص بيهم ان انا اشتغل معناه ان انا اشتغل كده من غير ما يكون عندي اي سراتيجي دوات رأس المال ان انا معرفش السلطولوس بتاعي بحديده بناء على ايه معرفش الجاني الارباح بحديده بناء على ايه باشتغل كده وخلاص مرة اكسب الف ومرة اخسر خمسمية ومرة اكسب الفين ومرة اخسر خمس تلاف العملية مش منظمة والعملية مش واضحة ما فيش اي حاجة مفاهماين انا اشغالي ازاي فدي دي معنى النقطة دي ان انا لازم يكون عندي استراتيجية واضحة بخصوص رأس المال احنا برضو مش هنتعمق في النقطة دي احنا متكلم على اخطاء عشان خاطر الناس تكون عارفها لكن احنا كان عندنا محاضرات سابقة بخصوص ادارة رأس المال وموجودة كلها قناة خاصة بشركة ايكوتي على اليوتيوب الناس كلها لو رجعت لها هتكون بالنسبة لها حاجة مفيدة جدا لان احنا تكلمنا تقريبا في حوالي سبع محاضرات عن الموضوع بتاع ادارة رأس المال اتمنى الناس كلها ترجع لها حوالي خاطر هتكون مفيدة جدا بالنسبة لها منقول ان احنا يجب ان يكون لديك خطة توضح لك كم من المال ستقوم المخاطرة به اعتماد على المال وليس على عدد النقاط او نسب بمعنى ان انا لازم اكون عارف انا المخاطرة بتاعتي او العائد اللي انا مستنيه خلينا كم مخاطرة اول المخاطرة بتاعتي لازم اكون محددها مديا بفلوس مش بحددها بنسبة او مش بحددها بحجم النقاط ام يعني ان انا بخاطر مثلا الحساب بتاعي 10.000 دولار فانا بخاطر اه بخمسمية دولار في الصفقة الواحدة فانا خمسمية دولار في الصفقة الواحدة دي لو تعمقنا سنة في دولة رأس المال هيبقى لازم اعرف الاول عدد نقاط وقف الخسارة بتاعتي عدد نقاط وقف الخسارة بتاعتي بتختلف من شخص الاخر على حسب الاسلوب الفن اللي بيعتمد عليها وعلى حسب الاستراتيجية اللي بيشتغل بها فانا عشان خاطر اعرف الخمسمية دولار اللي انا هخاطر بيهم دول بيساوي اه من حجم العهد بتاعي لازم اكون يعني نفترض ان انا عندي مثلا وقف خسارة 100 نقطة بناء على مستوى ان انا شاري وانا هحط وقف الخسارة تحت اول مستوى دعم اللي هو كان على بعد 100 نقطة من سهر التنفيذ بتاعي فانا بالنسبة لي دلوقتي اشتريت تمام وعندي وقف الخسارة 500 دولار المخاطرة بتاتي 500 دولار وقف الخسارة 100 نقطة يبقى انا مفروض هدخل بحجم ايه يبقى اسم 500 على 100 معناها خمسة معناها انا قيمة النقطة الواحدة عندي المفروض بتساوي خمسة دولار النقطة الواحدة بتساوي خمسة دولار معناها ان انا حجم العقد بتاعي اللي هو نص عقد ستاندرد اللي هو بيكون على شاشة فصل 050 ده يعني قيمة النقطة بتكون بخمسة دولار في الحالة دي ان انا لو السوق عكس علي اللي هو وصل لاول مستوى دعم اللي انا شاري اللي هو عند مستوى في الخسارة بتاعي اللي هي الميت نقطة فانا ميت نقطة في خمسة دولار هتساوي خمسمائة دولار دي اللي هي قيمة يعني رأس المال قيمة المخاطرة انا حددتها اللي ما ادخل الصفقة فاحنا بالنسبة لنا لازم نكون عارفين نسبة المخاطرة انا بشتغل بها بالفلوس مش بنسبة خمسة في المية او ان انا هخسر بس في الصفقة دي عشرين نقطة او تلاتين نقطة لان انا دلوقتي لو قلت ان انا هخسر في الصفقة دي عشرين نقطة وجيت دخلت صفقة مثلا صفقة شراء وخسرت العشرين نقطة دول بس انا داخل بحجم واحد ستاندرد واحد ستاندرد دول يعني في عشرين نقطة يعني عشرة في عشرين يعني ميتين دولار تمام وجيت بعد كده عندي فرصة تانية انا اخسرت دلوقتي ميتين دولار وجيت عندي فرصة تانية واقف الخسارة بتاعي خمسين نقطة تمام بس المرة دي دخلت مثلا او خليها نقول واقف الخسارة خمسين نقطة ومستوى جاني الارباح ميت نقطة بس انا مرة دخلت بحجم العقد النقطة باثنين دولار فانا لما يكون هكسب مثلا عشرين نقطة احنا عفوا انا نخلي نقول جاني الارباح عشرين نقطة فانا اتنين في عشرين يعني حوالي حوالي اربعين اربعين دولار لانا ادخل حجم النقطة بدولار واحد فانا في الحالة دي يعني كسبت عشرين نقطة ومرة خسرت عشرين نقطة وطلعت الخسران يعني الفكرة كلها عشوائية لان انا مفيش حاجة سبتة بشتغل بها فاحنا هنرجع تاني اللي بنتكلم فيه ان احنا عشان خاطر اعرف اضبط رأس المال بتاعتي ان انا حتى لازم ان انا يكون عندي اي خطأ يعني خلينا نقرأ احسن المكتوب قدامنا احنا خلصنا النقطة بتاعة تاجب ان يكون داي خطة توضح هكا من المال ستقوم المخاطرة بها اعتمادا على المال وليس العدد النقطة او نسب واجب ان تعلم ان اي خطأ في هذه القواعد سيجعلك تخطئ في جميع القواعد لانها جميعا مرتبطة بالعامل النفسي ده اللي احنا كنا نتكلم فيه ان انا لو غلطت في حاجة واحدة بس من الحاجات دي هدخل نفسي في كل واضحة من غير عشان بس انا عايز ادخل السوق خلاص فهي يا جماعة يعني زي ترس كامل لو فيه اي ضلع من دلوع راح العملية كلها راح فانا لازم التزم بكل الخطوات بتاعتي ام تاني حاجة برضو عشان خاطر اعرف احس بقيمة اللي انا بعمله احس بعائد ونتيجة المجهود اللي انا ببزله والالتزام بالقواعد بتاعتي ان انا كل شهر احاول اسحب خمسين في المية من الارباح بتاعتي عشان احس بالعائد باهمية اللي انا بعمله احس ان انا بكسب ان انا اللي بعمله ده لي لازمة بيحقق لي حاجات في حياتي بيكون دخل اضافي بالنسبالي بيحقق لي حرية مالية فانا لما اسحب خمسين في المية من راس مالي في البداية هتكون حاجة بالنسبالي دافع ان انا اشتغل وان اركز اكتر وان اتعلم اكتر بعد كده بعدها بشوية ممكن اقدر اسحب كل ارباح كل شهر لحد ما هكون خلاص سحبت كل راس مالي ان انا استثمرته يعني او حطيت مسلا عشر تلاف دولار في خلال ستة شهور او في خلال سنة سحبت عشرة زيهم فانا دلوقتي جبت راس مالي اللي كنت شغال به دي هتكون حاجة ايجابية جدا بالنسبالي في عملية التداول لان انا بعد كده هكون بشتغل وانا مرتاح ما عنديش خوف طالما ما عنديش خوف يبقى اكيد هادر احقى ارباح كويسة لانه عامل الخوف بالنسبالي خلاص انتهى الخوف على راس مالي راح انا جبت راس مالي كله فهقدر اشتغل بقى ريحية بعد كده وهذا راح ارباح كويسة لانه ما بقاش عندي خوف من انا اخسر راس مالي فاحنا يعني موضوع ادارة راس المال اتمنى ان الناس تتعمق فيه بشكل اكتر ارجعوا للمحاضرات الموجودة على يوتيوب على القناة الخاصة بشركة ايكوتي هتلاقوا عليها حاجات كتير عن ادارة راس المال اتعلموها اتعلموا انتو بنفسوكو اكتر اتعمقوا وبحاسوا عن ادارة راس المال وستراتيجيات ادارة راس المال كتير جدا وليها سليم مختلفة هتكون مفيدة جدا بالنسبة لأي حد انك تتعلم اكتر من اسلوب اكتر من استراتيجية ادارة راس المال هتكون بالنسبة لك اضافة قوية انك تعرف تشتغل باكتر من نظام بخصوص ادارة راس المال هنيجي للنقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده برضو مهمة جدا تمام الأمل في ربح أكثر والصبر على الخسار برضو أكيد النقطة دي ناس كتير جدا حسد بيها اللي عنده حساب تداول الأمل في الربح أكثر يعني الطمعة وده العدو الأكبر لأي متداول في أسواء المال لازم يكون عندك هدف يومي في الربح إن أنا بحدد لنفسي إن أنا لو حققت نسبة ربح مثلا 100 دولار 200 دولار يعني خلينا نقول لو أنا حسابي مثلا 10 ألف دولار والله لو حققت في اليوم 500 دولار ربح بقى أنا كده عامل تقريبا 5% من أرباحه دي حاجة يعني نسبة 8 تحققها في خلال السنة طبعا الناس اللي معها بالك يعني أرقام كبيرة لكن 5% إن أنا حققها في اليوم على 10 ألف دولار دي حاجة ممتازة جدا فأنا لازم يكون عندي هدف لما وصله خلاص يعني أنا دلوقتي مثلا نفذت عملية شراء عملية الشراء دي حقق لي تقريبا ربح إنه هو اللي أنا عايزه 500 دولار اللي هي القمسة في المية من رصيد مالي لما حقق الخمسة في المية يعني دايما بيكون عند أي حد حتة اللي هو لا ده أنا يعني السوق مسلا نطلع بقى بسرعة معايا وجبت الخمسة في المية دي بسرعة طب لا ده أنا ممكن بقى استنى شوية كمان بدل ما عمل خمسة في المية أعمل عشر في المية في يوم واحد ممكن يمشي معك العشر في المية دوسها في العشر في المية طب ليه ما استناش كمان شوية وأعمل خمسة شر في المية في يوم واحد ده عامل نفسي دي حاجة يعني غريزة عندنا عند البشر انه هو دايما بيكون عايز الاحسن دايما عايز لنفسه ربح اكتر فانا طول ما انا عندي حتة ان انا مستني ربح اكتر يعني اعرف انها هي دي هتكون بداية النهاية لانه في الغالب هتلاقي فجأة مثلا انت كنت عامل 10% وانت هدفك اصلا 5% هتلاقي السوق ام رجع تاني مثلا 5% هتقول لا انا ده كان جابها استنى كمان شوية يوصل لل 10% هتلاقي انت بدلا ما كنت عامل 5% بيتعامل 2% هتصبر شوية هتصبر شوية هتلاقي نفسك بدلا ما كنت محاها 10% هتلاقي نفسك بيت خسرات لان انت طمعت فدايما الواحد لما بيطمع للاسف النتيجة بتكون عكسية تماما فاحنا عشان كده لازم يكون عندي الرضا ان انا بحدد لنفسي هدف معين ولما الهدف ده يتحقق خلاص انا كده حققت الهدف بتاعي مش عايز اكتر من كده هخرج من السوق وخلاص اقفل اللابتوب بتاعي واروح بقى عيش حياتي الطبيعية وانا منتصر وانا محاها ربح وانا جوايا حالة من السعادة لان انا قدرت احقق الهدف اليومي بتاعي اعيش يومي بقى بشكل طبيعي مش لازم بقى يكون عندي بقى حتت فيه ناس بيكون عندها بقى الغرور ان انا حققت الهدف بتاعي لأ طب انا استنى بقى ايه يعني مثلا حققت الهدف بتاعي في اول ساعة التداول هيكون عنده طب انا معي وقت طب ما اخش لي فرصة كمان اعمل عشر في المية بدل ما اعمل خمسة في المية لو عندك الحتة دي هتخش تاني مرة هتخسر الخمسة في المية رجعت الحالة نفسية ان انت كنت كذبان وخسرت دخلت نفسك في الحالة نفسية ان انا طب عايز ارجع اكسر تاني هتخش الصفقة التالتة ممكن تخسر تصرت هتبقى عايز تعاوض الخسارة فدخلت في الدائرة اللي ما بتخلص الدائرة اللي بتكون دايما نهايتها هي الخسارة فانا لازم يكون عندي دايما حيطة ان انا عندي هدف يومي واضح لما بيتحقق برضه بيه وخلاص كده انا مش عايز حاجة تاني من السوق انا كده راضي فاحنا بالنسبة لنا دايما لما تحقق الهدف بتاعك اخرج من السوق وعيش يومك ده بالنسبة لنقطة الهدف تاني حاجة الصبر على الخسارة بالنسبة للصبر على الخسارة اذا كانت لديك صفقة خسيرة لا تجعلها تتعدى نسبة المخاطرة المقبولة املا في ان تقوم بتعويض نفسها اقبل بالمخاطرة المتقبلة راضيا افضل من ان تكبر على ان تتحمل خسارة غير متقبلة يعني الكلام واضح وقوي بس احنا عنوضحه بشكل تاني انا دلوقتي بحد لنفسي نسبة مخاطرة معينة اللي هي الخسارة الممكن اتقبلها في اليوم اللي هي مثلا لو حسابي عشر تلاف يبقى انا هتقبل بالنسبة لي خمسمائة دولار لو خسرتها انا هبقى عادي ما عنديش مشكلة في بكرة في بعد وفي بعده عندي 19 فرصة تانيين انا اعود راس مال ان دي بس تعتبر 5% بس من راس مالي فانا معايا 19 فرصة اقدر اعود بيها الخسارة اللي اخسرتها فاحسن بالنسبة لان انا اتقبل الخمسة في المية دي الخسارة وانا راضي بالنسبة لي احسن ما اجبر على ان انا اتحمل خسارة انا مش متقبلها بمعنى ايه بمعنى ان انا راضي بالخمسة في المية الخسارة اللي هي خمسمائة دولار خسرت خلاص دي انا متقبلها وراضي بيها اخرج احسن من انا خلاص السوق عكس علي اكتر من الخمسمائة مثلا وصل لالف بيبقى كده انا عديت الخسارة اللي انا متقبلها انا بتقبل خمسمائة ودلوقتي بتخسران الف فانا دلوقتي دي حاجة انا نفسيا متقبلهاش فيكون عندي العامل نفسي ان انا استنى شوية لأ ممكن يرجع يعوض السوق معوضش ومشي عكس اكتر كمان بيت خسران الف وخمسمائة برضو انا عندي نفس النقطة والاسرار ان انا لا السوق هيعوض السوق عكس اكتر بقى الفين عكس اكتر بقى تلاتة فانا خلاص بقى اتوترت وعصابي بوزط ومتقافل الصفقة على خسارة تلات تلاف وغزبة عني وانا مش متقبلها فانا ليه حط نفسي في النقطة دي معا ان انا كان ممكن ارضى بالخسارة اللي انا تقبلها وخلاص معايا بقى بكرة هعرف عوض معايا بعده وانا هشتغل بكرة باريحية كويسة بدل ما اجي بكرة اشتغل وانا امبرح خسران كمية كبيرة انا مش متقبلها فبالتالي هيكون برضو دخولي في السوق مش مش بفكر صافي مش بتركيز يعني خليك دايما عندك القاعدة دي يعني اقبل بالمخاطرة اللي تتقبلها يعني ارضى بالخسارة اللي انت تتقبلها احسن ما تغصب على خسارة انت متقبلهاش لانه الحاجات دي كلها زي ما احنا قلنا العامل النفسي ليه تأثير كبير جدا في السوق هنيجي بعد كده للنقطة الابل الاخيرة معانا النهاردة اللي هي التداول بكسرة والتورد في سمقات لها احنا تكلمنا عن النقطة دي عفوا تمام هنتكلم على عدم رؤية الصورة كاملة والاعتماد على اطرات الزمنية الصغيرة في ناس كتير للأسف بتشتغل بس على فريمات صغيرة يعني ممكن يكون بيشتغل في من ربع ساعة على فريم نص ساعة الخمس دقايق او على الدقاء او حتى على الساعة بس الكلام ده للأسف مش صحيح لان انا في الحالة دي انا شايف الاتجاه قصير المدى بس مش شايف الصورة كاملة مش شايف الصورة من بعيد مش شايف الصورة من جميع الزوايا الخاصة بيها فانا مش شايف الاتجاه صح من الاخر بمعنى صحيح ان انا مش شايف الاتجاه صح انا شايف بس الاتجاه اللي هو ممكن يكون في خلال ساعة ساعتين وينتهي مش شايف الاتجاه القوي مش شايف الاتجاه اليومي مش شايف الاتجاه الاسبوعي مش شايف الاتجاه الشهري لانه الاتجاه الشهري اقوى من الاتجاه الاسبوعي الاسبوعي اقوى من اليومي اليومي اقوى من الاربع ساعات الاربع ساعات اقوى من الساعة فانا لازم اشوف كل الاتجاهات القوية دي اشوف الاتجاهات الكبيرة اشوف الاتجاه الشهري يعني الاتجاه بشكل عام السوق رايح فين الاتجاه المسيطر اللي هو الشهري بعد كده الاتجاه الاسبوعي بعد كده الاتجاه اليومي بعد كده الاتجاه الاربع ساعات لما شوف كل الاتجاهات دي هعرف انا مع انه اتجاه هعرف الاتجاه المسيطر انهي طبعا الاتجاه المسيطر هو اللي بيكون الاتجاه على الفريمات الكبيرة زي اليومي زي الويكلي زي المانتلي دي الاتجاهات اللي بتأثر في السوق لكن الاتجاه الساعة ده اتجاه يومي بس يعني ممكن يكون الاتجاه العام الشهري يعني الشهر ده كله عندي اتجاه صعب. لكن هو النهار ده بس نازل في عملية تصحيح مش اكتر. فانا في الحالة دي هكون عكس الاتجاه. انا عكس الاتجاه يبقى انا ضعيف. يبقى انا متوقع ان انا ممكن الصور يعكس علي بشكل مفاجئ ويدراب لي واقع فخصارة. وحتى كمان ولو هيكون هامش الربح بتاعي قليل. وهيكون تحركي للهدف بطيء. فانا لازم اشوف الفريمات الكبيرة الاول قبل ما اشتغل على الفريمات الصغيرة. لازم اشوف الصورة كاملة من بعيد عشان خاطر اعرف انا في انهي اتجاه. اشوف الصورة بشكل اوضح. فانا لما اشتغل على الفريمات الكبيرة هعرف انا في انهي اتجاه. هعرف انهي اتجاه قوي مسيطر عندي في السوق. في حالة ان انا عرفت انهي اتجاه قوي فانا ممكن اشتغل على الفريمات الصغيرة بس هدخل في الاتجاه العامي. يعني بمعنى ايه? بمعنى ان انا عندي خلاص عرفت ان انا على الاتجاه اليومي اللي هو الاتجاه الاقوى مسائطة الاتجاه الصاعد الاتجاه عام اتجاه صاعد ده الاتجاه القوي في السوق وانا بحب اشتغل على فريم الساعة لان هو بيديني اشارات مثلا بتكون وقف الخسارة بتاعها قليل بيكون دقتها كويسة بتكون يعني تنفيذ الهدف بتاعها في خلال الانترا دي في خلال اليوم فانا بشتغل على فريم الساعة عشان خاطر الاسباب دي لكن انا عندي على اليوم يعرف ان الاتجاه صاعد والله دخلت على الساعة المؤشر اللي انا بعتمد عليه قال ان انت عندك اشارة بيع المفروض ان انا مدخلش السوق لان انا عارف ان الاتجاه العام هو الاتجاه الصاعد فجاب لي اشارة بيع هتجاهلها تماما جاب لي اشارة شراء هدخل السوق شاري مع الاتجاه العام هي دي الفكرة ان انا اشتغل الفريمات الصغيرة مفيش مشكلة لكن وانا عارف الاتجاه العام فين يعني اشتغل على اشوف الاتجاه العام الاتجاه القوي الاتجاه المسيطر يكون عارف اتجاهه ادخل معاه على الفيلمات الصغيرة ما فيش مشكلة لان انا شغال الفيلمات الصغيرة بس يشايف الصورة كاملة فيه فاحنا لازم نكون على قد ما نقدر على الدراية كاملة بجميع الاتجاهات المسيطرة في السوق اللي هي الاتجاهات الكبيرة الفيلمات القوية هي دي اللي هتخلينا اعرف يكون عندي همش ربح عالي سرعة تنفيذ الهدف بشكل اعلى احتمالية توقف الخسارة قليلة دقة التنفيذ عالي فيه امور كتير جدا انها تكون بالنسبة لي وانا عارف الاطار العام فيه ام وطبعا يعني زي ما قلنا ان انا لما اربط كل الفيلمات ببعض هاعرف انا في انهي فرصة انا فرصة لي هدقى عالية زي ما قلنا بالزبط فالنقطة دي برضو مهمة جدا ان انا لازم اشتغل على كل الفيلمات ما اشتغلش على فريم واحد بس اشوف الصورة من بعيد عشان خاطر اعرف انا اشتغل ازاي النقطة الاخيرة هنتكلم فيها انه من اخطاء السائدة في السوق انه للأسف فيه ناس كتير جدا بتخش على الانترنت وبتشوف استراتيجيات تداول يعني احنا لو عدينا الاستراتيجيات اللي موجودة على الانترنت ممكن نقعد سنين نعدي فيها يعني ملايين من الاستراتيجيات يعني فيه ناس بتعمل وتبرمج مؤشرات بافكارها بتشتغل بيها وبتحط مؤشر مع مؤشر وبتعتمد على نمازج معينة فاستراتيجيات تداول كتير جدا لكن للأسف فيه ناس كتير بتدخل بتشوف استراتيجية بيكون شكلها عشاشا حلو يعني شكل المؤشرات كده شكل المؤشرات تحسوا فيه احترافية فالناس بتنخدع بالمظاهر بس وممكن ياخد الاستراتيجية دي يشتغل بيها على طول على الحساب الحقيقي من غير ما يجربها من غير ما يعرف دقة الفرص بتاعتها من غير ما يعرف احتمالية الارباح من غير ما يعرف وقف الخسارة بتاعها بيتحدد ازاي من غير ما يعرف جاني الارباح بيتحدد بنان على ايه يعني ما بيعرفش المساوئ بتاعتها وبشتغل بيها على طول دي طبعا بتكون حاجة سيئة جدا لانه انت بتشتغل بحاجة انت ما جربتاش ما تعرفش ما تعرفش بتستخدمها ازاي يعني ما عملت لاش اختبار الاول لما تشتغل بيها فبالتالي بتكون النتائج للأسف صلبية سوق الفوركس فيه ميزة كبيرة جدا اللي هي حساب التجريب لحساب الديمو انت لو عندك ايه استراتيجية اشتغل بيها ما فيش مشكلة بس قبل ما تشتغل بيها جربها الاول على الحساب الديمو وما تجربهاش على يعني مش اقل من صهر يعني يعني في الغالب احنا تعلمنا انه لازم تختبرها موضة تلات شهور لكن يعني انا هقولك مش اقل من صهر ليه مش اقل من صهر لانه الاسواق مش بتتحرك في اتجاه واحد في اتجاه صاعد في اتجاه هابط في اتجاه عرضي ممكن تكون يعني يعني عموما خلينا نقول اتجاه صاعد والتجاه هابط هي حالة واحدة اللي هو فيه اتجاه في السوق والحالة التانية اللي هو الاتجاه العرضي فانت ممكن يكون عندك استراتيجية بتشتغل ممتازة جدا في الوقت اللي بيكون فيه السوق في حالة اتجاه سواء كانت اتجاه صاعدة اتجاه هابط بتديك اشارات قوية وبتحقق ربحية عالية وليها دقة تنفيذ وطقة تحقيق ارباح بشكل كويس لكنها تماما 100% فشلة في الاتجاه العرضي فانت منين بقى تعرف الكلام ده انا لازم يكون عندي استراتيجية اشغالها لمدة شهر اختبرها في الاتجاه في حالة الاتجاه اختبرها في حالة الاتجاه العرضي اعرف اذا كانت بتشتغل كويس في حالة الاتجاه بتشتغل كويس في حالة الاتجاه العرضي لازم اكون عارف النقطة دي يعني مااخدش استراتيجية اشتغل بيها اسبوع ولاقيها اشغالها تمام خلاص بها هي دي الاستراتيجية اللي انا اشتغل بيها العملي لانه اشتغلت اسبوع ممكن يكون الاسبوع ده كان في حالة اتجاه فعشان كده حققت معي ارباح لكن الاسبوع اللي بعديه ممكن يكون السوق في حالة اتجاه عرضي فهبتدي اخسر فالناس هتلاقي نفسك بتسأل طبعا كانت الاسبوع شغال الاسبوع اللي فات شغالك كويس الاسبوع ده اللي حصل الاسبوع اللي فات السوق كان في حالة والاسبوع ده سوق في حالة تانية خالص فانا لازم اختبر الاستراتيجية انا بشتغل بيها على جميع الحالات السوق لما اشتغل بيها لمدة شهر فانا شهر بالنسبة لي لو بشتغل بيها يكون كافي ان انا مريت على جميع حالات السوق مريت على اتجاه عرضي مريت على اتجاه صاعد مريت على اتجاه هابط وفي اخر الشهر اقدر احكم عليها ما اشتغلش عليها من غير مختبرها على اكتر من اه على اقل شهر يعني مش اقل من شهر انا اشتغل عليها. ام فدي حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نشتغل على اي استراتيجية نعمل لها تست ان انا اشتغل بيها واعرف الفرص اللي بتحققها بتكون ازاي. في طريقة تانية بس هتكون ان شاء الله في محاضرة تانية اللي هي الباك تست يعني انا عرف الناس ازاي تعرف تختبر استراتيجية التداول من حقيقة اسمها فيجوال باك تست عندنا في الامتي فور دي بتعرف تحرك السعر المدة اللي فاتت اللي هي باك تست باعرف حرك الشاشة بحرك السعر بشكل سريع جدا فبشوف في حالة شروط الفرص حصل ايه شرع بيع لكن الاكسبرت ادفايزور اللي هو بيشتغل لوحده ده اللي بيتعمل له باك تست وبيطلع لي النتائج بتاعته على طول جهزة. لكن لو استراتيجية التداول فدي هتحتاج مني ان انا يكون في تدخل يده ويبرده ان انا اشوف كل فرصة حقا تربح عد ايه يعني هيكون فيها شغل وراء وقلم برضو معي. دي هتكون ان شاء الله في محاضرة تانية هنتكلم فيها معرفة الناس ازاي تعرف تعمل اللي كان استراتيجية التداول عشان خاطر تعرف تقارز كانت تشتغل بيها او لا. حاجة تانية برضو انه السوق دايما يعني في سلوك متغير مش دايما سلوك السوق واحد. بمعنى ايه مش مش سلوك السوق واحد. بمعنى انه ممكن يكون مسلا الفترة دي الاسواق عندي اه ام في حالة مسلا اه خوف من اه يعني زي مسلا تجربة النووية بتاعة كوريا الشمالية من كم يوم كان فيها دي بتدي انطباعة للسوق فيه في حالة سلبية سوق في حالة سلبية على الدولار على اغلب العاملات الرئيسية ام فالعوامل الاقتصادية والعامل السياسية الكبيرة بتأثر عندي دايما في السوق. فدايما السوق سلوكه مش مسابد سلوك متغير. فاحنا في نفس النقطة دي نقطة التست ان انا لازم اعمل اي استراتيجية اشتغل بيها لازم اقدر اعمل لها باك تست واعرف اختبارها بجميع سلوك السعر. يعني طبعا الاحسن ان انا اعمل لها تست المودة ثلاث شهور لكن اقل تقدير ان انا اشتغل بيها شهر. اخر حاجة نتكلم فيها نقطة الثقة الزائدة بعد الربح. دايما الناس بعد ما بتحقق فرصة ربح معينة كسب فيها بشكل كويس بيكون عنده حتة ان هو خلاص بقى ناجح في السوق وبيقدر يحلل بشكل ممتاز وبيكون عنده ثقة زيادة في نفسه. النقطة دي يعني اه الافضل انك تحاول برضو تتحكم فيها. اه ما تحاولش ان انت اه يكون عندك الثقة الزائدة في السوق. يعني يحاول دايما تتحكم في نقطة المخاطرة. اه عفوا في نقطة الثقة لانه كلما الثقة بتكون عندك زيادة يعني بتكون حاجة مش كيسة بتخليك تخش فرص كتير بتخليك اه اه تاخد فرص بنانة على القرار من السليم. فدايما برضو الحاجات اي حاجة تحس ان هي حاجة نفسية هتقصع عليك حاول تتحكم فيها عشان خاطر تعرف اه تستمر في السوق بشكل ناجح. دي كانت اه النهاردة المحاضرة عن الاخطاء اللي بيقع فيها المتداولين اه اتمنى ان هي كانت محاضرة مفيدة للجميع اه 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 اتمنى لو في اي حد عنده اي سؤال اه متشاكل جدا ان ليجوا زيادة يعني نتمنى ان حداك تكون استفدت من من الاخطاء اللي الناس بتقع فيها اه نتمنى ان الناس كلها تتجنب الاخطاء دي ويعني زي ما بيقولوا ان احنا نبتدي من حيث انتها الاخرون يعني نشوف الناس كانت بتغلط في ايه ونتعلم من اغلطهم عشان خاطر نعرف دايما ان نكون ناجحين في السوق ونحقق هدفنا كلنا في السوق ده بهدف الربح وهدف الاستثمار اه وطبعا هدف التعلم فوق اي شيء ان احنا بنتعلم كل يوم حاجة جديدة دي حاجة بتسقل خبراتنا وبتزدنا في السوق اه نتمنى ان هي كانت افادة بالنسبة للجميع اه تمام ان شاء الله حزاك ما توعش تاني في الاخطاء دي وان شاء الله تكون بعد كده الناس انا عارف والله ان يعني مهما كان دايما حتى الناس الخبيرة جدا في السوق بتاع في الاخطاء دي لان هي كلها زي ما اتكلمنا وشرحنا ان هي اخطاء نفسية مش يعني ملاش يعني مهما كان كنت او اي ان كان مين كان محلل فني شاطر او محلل اساسي او عنده استراتيجية قوية جدا دي كلها اخطاء نفسية ودي يعني غريزة في طبع البشر اه على قد ما نقدر كل ما نتحكم فيها كل ما هنقدر ننجح ونحقق ارباح في السوق اه نتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيدكو وتابعونا دايما في محاضرات شركة ايكوتي جلوبال ماركتز اه كان معاكم عبدالله عمر واتشرفت جدا بالحضور وان شاء الله ان شاء الله انشوفكو في محاضرات قادمة شكرا للحضور وانتمنى لكم اه نجاح مستمر في سوق العملات شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة